بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم بنلتقي بكم النهاردة بالتأكيد بعد العديد من الأحداث الرضية خلال الفترة الأخيرة تعادل إيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزهاب في الدور التمهيدي الثاني لدور أبطال إفريقيا حامل اللقب النادي الأهلي عاد من يام عاصمة النيجر بتعادل مع فريق الحرس الوطني أو كما يطلق عليه في النيجر فريق الدرك الرياضي الوطني استعدادا بالتأكيد لمباراة العودة اللي بالتأكيد إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة الستة بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي والسلام تعادل إيجابي لكن بالطبع كان البعض يزعلان من الأداء لكن إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية بعد كمان تصرحات الكابتن محمود الخطيب ورسالته للجهاز الفن واللعيبة بالأمس كل دي إن شاء الله تكون أمور إيجابية قبل مباراة العودة ومع انطلاقة الدور أيضا كمان بعد إعلان الموعيد بالأمس من قبل ربطة الأندية المصرية أيضا بالأمس كان مؤتمر مهم جدا مؤتمر عام لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب كشف الحساب بالتأكيد مؤتمر شاهد تفاصيل جميلة جدا لكن أبرز حاجة قارتها النهاردة الصبح من خلال الصحافة بشكل عام في إفريقيا أو في دول الشمال قالوا كفانة زقزقة عصفير وجعجعة وضحقا على الزقون لسنا في نفس المستوى شخصية الأهلي ومكانة الأهلي وكبرياء الأهلي انبارح من خلال مؤتمر عالمي شرح كل التفاصيل الخاصة بالنادي الأهلي خلال الفترة القادمة لذلك حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس ونتكلم في بعض الأمور المهمة جدا سواء من خلال هذا المؤتمر أو حتى كمان الحديث عن مباراة العودة مع بطل النيجر يوم السبت القادم لكن خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال حلقت اليوم وسؤال حلقت اليوم متعلق بالتأكيد بمباراة العودة هل تتوقع حدوث تغييرات في تشكيل الأهلي في مباراة العودة أمام الحرس الوطني يوم السبت القادم شاركونا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة بريس سوشيال ميديا صفحة التس بوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الأراء والمشاركات لكن خلونا ندع حلقتنا بأهم العنوان في ترند الأهلي الفريق يستقنف تدريباته استعدادا لمباراة الحرس الوطني كمان في ترند الأهلي أفشا ينتظم في المران وفي الترند العالمي صلاح يقترب من التجديد لليفربول استعراض مباراة اليوم النهاردة في مباراة قوية جدا صهرة ممتعة سواء في أسيا أو حتى أوروبا نبدأ بمباراة اليوم في دور أبطال أوروبا في مباراتين الساعة 7 إلى 4 كلوب بروج هيلعب مع منشستر سيتي بشكتاش ها يستضيف سبارت انجليش بونا والساعة 9 باريس سان جرمان ها يستضيف اللايبزيج آيكس أمستردام ها يستضيف بروسيا دورتوموند أتليتكو مدريد ها يستضيف ليفربول بالتأكيد مباراة قيمة لكل ها يكون حريص على مشاهدته عشان بالتأكيد محمد دا صلاح ساعة 9 أيضا بورتو ها يستضيف ميلا ساعة 9 أيضا شاختار دونتسيك ها يستضيف ريال مدريد وفي الختام وفي نفس التوقيت انتر ميلا ها يستضيف شريف تريسبول هذا الفريب بالتأكيد العامة نتيجة مفاجأة مع ريال مدريد نصف نهاية دوري أبطال أسيا وديربي وكلاسيكو الكرة السعودية ولكن في دوري أبطال أسيا على نفس شكلة مباراة القمة بين الزمالك والآله في دوري أبطال إفريقيا ساعة 8 مساء اليوم النصر السعودي في مواجهة قوية جدا مع الهلال السعودي بالتأكيد مباراة كبيرة النهاردة وعتبقى صاهرة ممتعة سواء في اللقاءات الأسيوية أو حتى في اللقاءات الأوروبية لكن في هذه اللحظات أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض وترند الترند وهنتكلم في بعض التفاصيل والعنوين وبالتأكيد اليوم بالأمس والنهاردة مبهج بعد مؤتمر صحفي عالمي للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند ترند الترند بالتأكيد مباراة كان حدث مبهج لكل جماهير النادي الأهلي ولكل أعضاء النادي الأهلي وأهمية الحدث مش بس في المتارع الإعلامية داخل مصر أنا ليه في الإنترو قلت مؤتمر صحفي عالمي لنبارح حالا كنت مهتم جدا أشوف ردود الأفعال من خلال الصحفيين الأفرقى والصحفيين العرب في دول شمال إفريقيا وأشوف ردود الأفعال حتى من خلال الزملاء الصحفيين في الخليج وأنا أتكلم في الإنترو وهتشوفوا دلوقتي الشكل المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب وعرض ما تم خلال آخر أربع سنوات من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي أنا الجملة اللي استوقفتني أو التعبير اللي استوقفني لما لقي يعني مثلا ألاقي زملاء صحفيين في المغرب يقول لك أين نحن وأين هم؟ أين نحن وأين هم؟ ده بالتأكيد يعني التأدير كبير جدا لما وصل إلي النادي الأهلي لما لقي في تونس مقالة النهاردة ولاقي زملاء صحفيين بيتكلموا والجملة السبتة ما بين أكتر من صحفي تونسي يقول لك كفانة زغزغة عصفير ويجعجع ويضحك على الدؤون لسنا في نفس المستوى هو ده الفكرة أن أنت بتبقى عارف بالضبط النادي الأهلي وصل لأي مرحلة وبتلاقي ردود الأفعال جاية من الخارج قبل ما بيكون ردود الأفعال هنا من داخل مصر بقى بالعاكس ممكن تلاقي ردود أفعال داخل مصر بتبقى غريبة شوية بس بنبقى فاهمنا لكن التأدير بقى لما الناس بره بتشوف الفرق وبتتكلم عنك بهذا المستوى لما تلاقي أكتر من صحفي في أفريقيا وبيتكلم يقول لك الأهلي بالميزانيات والأرقام اللي عرضها الكابتن محمود الخطيب قال لك ده الأهلي هو باريستان جيرمان أفريقيا الأهلي في مستوى تاني خالص المؤتمر مبارح انتش بتتكلم على مجرد نادي اجتماعي عنده مطاعم وعنده اشتراكات وخلاص لا انت بتتكلم على نادي ووصل لمرحلة بقى بيعمل شركات لتعزيز القدرات التمويلية للنادي الأهلي شركة كرة قدر شركة منشآت رياضية شركة خدمات رياضية برضو كمان الاهتمام الإعلامي مش على فكرة أن الأهلي عنده منظومة إعلامية كبيرة لا ده الناس بتتكلم على أن ازاي قدر النادي الأهلي يوظف هذه المنظومة الإعلامية من خلال صفحات السوشيال ميديا والدور اللي ممكن تقوم بيه السوشيال ميديا عشان تبقى ربح اقتصادي لصالح النادي الأهلي ميزانية الأهلي في 2021 بلغت حوالي 2 مليار 539 مليون جنيه أي ما يعادل بحوالي 161 مليون دولار من حوالي 7 سنين لما كانت الميزانية حوالي 331 مليون جنيه عام 2014 كانت حوالي 20 مليون دولار شوفوا الحجم انت بتتكلم في 8 أضعاف في فترة زمنية بتتكلم في 7 سنين من رغم الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا وعدم حضور جمهور وهو ده جزء مهم جدا من فكرة اللي إرادات التذاكر المباراة دي بتبقى دعم مادي للأندية لكن انت بتعتمد على أمور كثيرة جدا الشركات كمان الرياضية لفترة الجاية هيكون لها انطلاقة مختلفة برح سمعنا رئيس كل شركة هو بيستعرض الشركة هدفها ايه ومضمونها ايه وإيه الدور اللي هتقوم بيه كمان تكريم الرموز كابتن حسن حمدي ان شاء الله يوم الأربع ودكتور حسن مصطفى رموزنا اللي بالتأكيد بيتم تكريمهم من خلال وسامي الأهل الزهبي اليوم بقول لكم بارح كان يوم مبهج والنهاردة الأهلوية صحيين وكأنك انت فاس ببطولة صحي على حدث استثنائي ما بيتشوفوش إلا من خلال النادي الأهل وفي نفس الوقت انت بتستعرض أيضا ما حدث خلال آخر أربع سنين سواء من خلال منشآت رياضية أو من خلال فرق رياضية والإنجازات اللي تمت سواء أيضا لفريق قرة القدم وأيضا كمان للنشاط الرياضي والألعاب الجامعية والألعاب الفردية وما تم ذكره بالأمس من خلال أيضا الكابتن محمود الخطيب كمان كابتن خطيب بيتكلم على تطوير رلاحة النظام الأساسي وأنها كانت على أولويات مجلس إدارة النادي الأهلي وتم توجيه الشكر لأعضاء الجماعة العومية والشكر لكل القائمين على هذا المشروع أيضا كمان الإدارة القانونية والحديث عن المستشار حلم عبد الرازي الله يرحمه بالتأكيد اللي كان أين بدور كبير جدا في ملف الشؤون القانونية خلال السنوات الأخيرة دور كمان المستشار محمود فهم اللي تم تكريمه خلال الفترة الأخيرة على صدور رلاحة النظام الأساسي دور كمان الجهات الإعلامية أو الدور المنظومة الإعلامية في الفترة السابقة دور العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي وحاليا كمان دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي الحالي أنتوا بتكلموا على تواصل أجيال وأجيال بتشتغل من أجل هدف واحد مصلحة النادي الأهلي والهرم اللي مبارح الكابتن محمود الخطيب كان بيستعرضه من خلال برنامج عائلة الأهلي اللي تم طرحه على كل وسائل إعلامه وكل أعضاء جمال عمية عام 2017 وتحقيق أهدافه بنسبة كبيرة جدا طيب الشق التاني وهو الشق متعلق برسالة الكابتن محمود الخطيب للمستر بيتسون سيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي وأيضا اللاعبين والجهاز الفني الرسالة في مضمنها ومحتواها فيها تفاصيل مهمة لكن صداها كان كبير جدا سواء في غانا أو في جنوب إفريقيا أو حتى في شرق القرى الإفريقية لأنه كان فيها كلام مهم جدا عن مدرب إفريقي بيقود النادي الأهلي فيها التفاصيل نتابع ما ذكره الكابتن محمود الخطيب وأهم تصراحاته ورسالته للجهاز الفني ولعبي النادي الأهلي خلاص الانجازات دي خلصت واللي جاي إيه بقى؟ هنا عندي رسالة للجهاز والكابتن السيد واللعيبة يمكن أنا أحيانا ممكن أبقى يعني قاسي شوية في حاجة لكن ده من حب ليهم ومن خوف عليهم عشان كده الفترة اللي جاية محتاجة إزاي ننسى ما حدث من بطولات خلاص خدنا فترة وننسى ما حدث ونبتدي بداية قوية جدا أهمها لأن احنا قادرين على ده أهمها يكون القلب والروح روح الفنين للحمراء عندنا جهاز فني عالي جدا عندنا مدير الكورة عالي جدا عندنا جميع العاملين طبيا وعملين وإدارة كل دي مستويات عالية ومجموعة لعبين يملكوا قدرات عالية جدا التوليفة دي بقى محتاجة للانطلاق القوي إن شاء الله محتاجة انطلاقها قوية أهمها الروح الفنين للحمراء مع طبعا القدرات الفنية اللي مع جهازهم الفني ونحن وجمهورنا منتظر منهم إن شاء الله المزيد في هذا الأمر كلام مهم جدا وشوفنا بالأمس بيتسو مسماني موجود في المؤتمر العام للكابتن محمود الخطيب رغم أن الصبح كان بيحزم حقائبه وخلاص صراع على المطار عايزة لكم الكلام ده زعل المدير الفني للنادي الآهل بشكل كبير جدا وعمل رد فعل سلبي في الصحف وسائل إعلام في جنوب إفريقيا والزعل الأكبر لما يجي من خلال بيتج رسمي لأحد نجوم القرى المصرية في السابق هل تتخيل ممكن تلاقي مثلا سمو القدتو بيكتب تويتا أو بيكتب معلومة غلط أو دي دروك ما بيكتب معلومة غلط النجم لما يكون عنده بيتج أو عنده صفحة رسمية طالما دخل في مسألة أن يقول معلومة أو صبق صحفي ييتأكد وينشر خبر صح يما ينشرش لأن مبارح المنظر يعني لكانش كويس وردود الأفعال مكادش كويسة وبالأمس بالليل شفنا بيتسو مسماني موجود في المتمر الصحفي والكابتن محمود الخطيب بيشيد بيه بيقول ضمن أفضل خمسين مدرب على مستوى العالم إن شاء الله اللي جاية هيكون أحسن ومهم جدا انطلاقة الدوري في الفترة اللي جاية لكن بيتسو مسماني عارف جمهور الأهل هيلاقي كوراك كويسة وعلاقي مستوى حل مع تحيي بطولات الجمهور هيفارك وقبعه ويوفي ظهرك وداعم ليك على طول لكن لما الجمهور بيحس إن فيه مستوى مش مزبوط بيبقى زعلان وده بيوصل بسرعة للجهاز الفني واللي عيب أنا أتمنى الفترة الجاية يكون فيه أداء قبل النتيجة أداء يرضي الجمهور وبإذن الله إن شاء الله تكون النتيجة من صلحك بإذن الله وهتكون بإذن الله إن شاء الله كمان تبقى حاجة كويسة تحيي بطولات مع الأداء وده بيبقى شيء طيب جدا طيب أروح بقى لانطلاقة الدوري العام وأنا هنا في نفس المكان الإسبوع الماضي لما قلت الموعيد المقترحة لأول 7 إلى 9 جولات حصلت بالنص انبارح ربطة الأندية المصرية أعلنت إن فيه 8 مباريات هتتلعب قبل توقف كاسر الأمم الإفريقية وقالت الموعيد وزي ما قلنا الموعيد الإسبوع اللي فات الدورة ينطلق 25 أكتوبر لكن طبعا الأهل عشان عنده مباراة يوم 23 فيلعب مباراة الإسماعيلي يوم 27 كنت أتمنى وكل الأهل華 كانوا يتمنى المباراة تكون في سادة إسماعيلية لأن بالتأكيد مباراة العودة تكون على ملعبي لكن أنا هتطر بمأنه ألعب المباراة الأولى في برج العرب المباراة الثانية لقاء العودة أو لقاء الدوري الثاني هيكون أيضا في برج العرب فده مش من مصلحة الأهل لكن عموما أنا ألتزم وأنلعب به أستاذ برج العرب مباراة الإسماعيلي يوم 27 أكتوبر الإسبوع الثاني الأهلي هيستضيف البنك الأهلي 31 أكتوبر على أستاذ الأهل وي السلام والأسبوع الثالث الزمالك سيصطديف الأهل يوم 5 نوفمبر على أستاذ القاهرة الدولي الأسبوع الرابع الأهل يصطديف المؤولين العرب يوم 18-19 نوفمبر على أستاذ الأهل وي السلام غزل المحلة هيصطديف الأهل يوم 22 نوفمبر على أستاذ غزل المحلة الأهل يصطديف سموحة 25 نوفمبر على أستاذ الأهل وي السلام في يوت شارع يصطديف الأهل يوم 21 ديسمبر على استاد الأهل والسلام لستاد الأهل والسلام بيصديق مباريات في يوتشر والأهل أيضا الأهل هو بيراميدز 25 ديسمبر وآخر مباراة في الأسبوع الثامن على استاد الأهل والسلام دول الأول 8 أسابيع في الدور العام تحدد كل المواعيد لها وهيكون فيه 3 توقفات للمنتخب من 8 إلى 16 نوفمبر آخر جولة أو آخر مباراتين في تصفيات كاس العالم الأجندة الدولية ومن 26 نوفمبر لـ 18 ديسمبر توقف عشان كأس فيفا للعرب ومن 26 ديسمبر لـ 6 فبراير وطبعا 26 ديسمبر هتنطلق المواسخر للنازم تلعب أو المواسخر يبدأ قبل انطلاق البطولة بحوالي أسبوعين وصفر إلى جروة مع قلب التأكيد القطن الكاميرون ودي المجموعة أو المكان اللي هستطيع في مباريات مصر في كأس الأمم الإفريقية النهاردة كمان كان فيه علان مهم جدا من قبل الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا عن حكام اللي هيديروا مباريات كأس فيفا للعرب في الدوحة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر تقدروا تقولوا هي كأس العرب بدون حكام عرب حكام ساحة ممكن يكون طبيعي أو تقليدي لأن انت طبعا كل المنتخبات العربية فلازم تجيب حكام بالتأكيد من خارج النطاق الجرافي للمنطقة العربية لكن عندنا ثلاث حكام عرب ولكن هيكونوا موجودين في غرفة تقنية الفيديو في الحكم القطري عبدالله الميري وفي الحكم المغربي ردوان جيد وفي الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكام الساحة من أفريقيا بكاري جسامة من جنبيا جاني سي كازوي من زنبيا وفي حكام بقى من كل منطقة جغرافية سواء أسيا أو حتى كونكاكاف أو الكونومنبول أو أيضا الأوكيانوس والويفا الاتحاد الأوروبي كل التوفيل منتخبنا الوطني في كاسي فيفا للعرب وأيضا كل التوفيل للحكم الدول إبراهيم نور الدين في غرفة تقنية الفيديو وكحكم مساعد في غرفة الفار أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف بقى استعدادات الأهلي للمرحلة الجاية ولقاء العودة أمام بطل النيشر أعلم بحضراتكم من جديد والحديث بقى عن استعدادات الأهلي لمباراة العودة كلنا بالتأكيد تابعنا خلال الأسبوع الماضي لقاءات الزهاب في الدوري التمهيدي اللساني لدور أبطال إفريقيا نتيجة الأهلي تعتبر نتيجة إيجابية لأنك متعادل مش متعادل سلب بالعكس أنت راجع بنتيجة إيجابية وأحرصت هدف وكان ليك ركلة جهزاء لصالح أكرم توفي للأسف الحكم الغاني دانيا اللرية لم يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء لكن بشكل عام راجع بنتيجة جيدة إن شاء الله بإذن الله لقاء العودة يوم السبت القادم على ملعب الأهلي والسلام تقدر تعمل نتيجة وسكوره ومكسب جيد عشان بإذن الله تتأهل إلى مرحلة تدور المجموعات اللي هتنطلق إن شاء الله في النصف الثاني من شهر فبراير العام القادم بالتأكيد تأهل الأهلي هيكون في صدارة المجموعة لكن بعد نهاية مباريات الدور التمهيدي الثاني انتظروا تصنيف الأندية الإفريقية لأنها هيكون في مفاجآت في صدارة المجموعات الأربعة خلال الفترة اللي جاية وممكن يكون في دربيات أو كلاسيكويات أو كلاسيكو مع أكتر من فريق سواء مصري، تونسي، مغربي في المرحلة تدور المجموعات بسبب التصنيف فبالتالي دور أبطال إفريقيا السنة دي هيبقى شكل مختلف مع كمان فكرة تغيير الملاعب الإفريقية وأصبحت الملاعب الإفريقية اللي هتتلاعب عليها المباريات مش هتكون أي ملعب في الفترة جلزة تكون ملاعب على أعلى مستوى لكن زمنت قدامكم على الشاشة هو ده جزء من تدريبات الأهل اليوم خاصة أن ده أول تدريب بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها الفريق عاقب العودة من نيام عاصمة الناجر يوم السبت الماضي الفريق خاد أجازة يومين؟ يوم الحد، يوم الاتنين كانت 48 ساعة والنهاردة استيناف التدريبات قدامكم على الشاشة موعد استيناف التدريبات بالضبط الساعة 5 إلى 3 كابتن محمود الخطيب قدامكم على الشاشة بيتابع موراني النادي الآلي وفي جلسة مع الكابتن سيد عبدالحافيز مدير الكورة المرحلة جماعة مرحلة مهمة أي أن كان عدد البطولات اللي أحرستها لازم تركز في اللي جاي علي معلول طبعا الظاهير التونسي للنادي الأهلي رامي ربيعة كل اللعبين لويس ساميكي سوني بيرسيتا وإن شاء الله سيكون جاهز عقب مباراة النيجر ويكون جاهز أيضا كمان يعني ابتداءا لانطلاقة الدورة عارفين كلنا أن اللعب الأفرقى اللي تم من ضمامهم مش هيكون موجودين في المباراة الإفريقية بسبب ظروف القيد الإفريق طيب نروح بقى لتريند الأهلي ونشوف المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا ونشوف اللي تكتب خلال الساعات الأخيرة عقب العودة من النيجر بعد التعادل الإيجابي مع بطل النيجر بهدف لكل فريق نبدأ تريند الأهلي مع بعض أول حاجة من حساب في الجول حساب الرسمي في الجول على تويتر نشره أن الأهلي ينتظر الرد على طلبه بحضور 15 ألف متفرج للقاء بطل النيجر معلومة مؤكدة الاتحاد الإفريقي خلال هذا العام لا يرفض حضور جماهير في أي مباراة إفريقية بشارط توفر 3 شروط أول حاجة للاستاذ طبيا يكون مؤهل لصدافة المباراة أمنيا يكون للاستاذ مؤهل لصدافة المباراة ثالثا الكاف هو لا يحدد العدد المناسب فأصبحت حضور الجماهير أو أصبحت حضور الجماهير في المباراة شيء مسلم به لازم بقى الفترة الجاية إن شاء الله بإذن الله يعني مع التنصيخ مع السلطات المصرية نبدأ بقى نشوف جمهور في ملعبنا خاصة في البطلات الإفريقية في ظل أن الدول المحل أيضا هيكون فيه 2000 مشجع في كل مباراة ابتداء من مباراة 25 أكتوبر ننتظر الرد خلال الفترة الجاية ونتمنى إن شاء الله يقوم فيه حضور جماهير في مباراة الأهلي وبطل النيجر نروح لحساب الوطن الرياضي بيكلموا على إن الحرس الوطني سيصل للقاهرة يوم الخميس المقبل استعداداً لمواجهة الأهلي كلنا عارفين طبعاً المباراة يوم السبت فمي بقى يعني يدوبك 48 ساعة أو 24 ساعة قبل المباراة وكلنا عارفين برضو الأهلي لما سافر للنيجر كان سافر يوم الخميس ووصل مساء الخميس واتمر نجوم على الملعب الرئيسي وكانت المباراة يوم السبت نروح كمان لحساب يلا كورة وبيتكلموا على صلاح محسن الصفحة الرسمية يلا كورة على الفيسبوك كشفوا إن صلاح محسن الأهلي سيفقده خلال الفترة القادمة لمدة أربع أسابيع لن يلحق بالقمة ده مصدر ليلا كورة وقال إن اللاعب أجرى إشعة وأثبت تعرضه لإصابة بشرخ في شازة القدم يحتاج لفترة من التأهيل لا تقل عن شهر قبل أن يحتاج إلى أسبوع عشان يخص فيه التدريبات الجامعية والمباراة الرسمية نروح كمان للحساب الرسمي لسبورت الـ 362 مصرية وبيتكلموا على المدة اللي هيغيب فيها صلاح محسن وإيه هي المباراة الممكن مش هيلعبها صلاح محسن هيغيب عن الأهل المدة تصل إلى أكتر من شهر بسبب الإصابة هيغيب عن مباراة الحرس الوطني بطلين نايجر في إياه بالدور التمهيدي الثاني مباراة الإسماعيلي طيب يلا كورة والحساب الرسمي يلا كورة بيتكلموا أيضا على المباراة اللي هيغيب عنها محمد الشناوي مع النادي الأهلي بسبب الإصابة هيغيب عن مباراة الحرس الوطني في طولة إفريقيا الإسماعيلي البنك الأهلي والزمالج وأنا أتمنى الشناوي ياخد يعني ياخد وقته في العلاج والتأهيل لأن إصابة المزق للعضلة الخلفية مؤلئ ومش مطمئن وفي نفس الوقت لازم تاخد وقتك وراحتك في العلاج والتأهيل الشيء المتوقع أنه ممكن الشناوي يلحق مباراة كأس فيفا للعرب يعني بنتكلم على أول أسبوع في شهر 12 لكن خلال شهر نوفمبر هيبقى العودة صعبة جدا نتمنى ياخد وقته مع الجهاز الطبي وما يستعجلش عشان المرحلة اللي بعدها هيكون فيها زحمة مباراة كاسعالة وكاسوبر ودوري ودوري أبطال إفريقيا في زحمة مباراة الفترة اللي بعدها وألف مليون سلامة على محمد الشناوي نروح لحساب بطولات والحساب الرسمي البطولات على تويتر بتكلمه على تصريح مهم جدا للكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجمة الحكام بيوضح حقيقة تلقي طلبا لإسناد القمة إلى حكم أجنبي هو بيتكلم بشكل رسم بيقول حتى هذه اللحظة لم أتلقى خطاب رسم من أي نادي بحضور أو بطلب حكام أجانب في المباراة الفترة الجاية ولكن هو بيأكد على أن تبقى للليحة كل نادي للحق أن يطلب خمس حكام أجانب في مباراة الدوري هذه المباراة هي مباراة نادي الزمالك هنشوف الفترة الجاية هل الزمالك هيطلب هل الأهل هيطلب هل اتحادوا الكورة لأنهم يخدوا بالك الحكام طبعاً الاتحاد يعني الحكام لجمه الحكام مسؤولية الاتحاد أو اللجمة السلسية لكن المباراة وإدارتها هي مسؤولية الربطة فهل ممكن الرابطة تطلب أن هذه المباراة تبقى أنها مباراة قمة يكون حاكم أجنبي ده هنشوفه خلال الفترة الجاية ونتمنى أن يكون في حاكم أجنبي في مباراة القمة لأن الأدار مباراة القمة قبل كده هم يدوبك أمين عمر أو كابتن محمود البنة مين تاني يقدر يدير حتى هذه اللحظة ما فيش حاكم يقدر يدير مباراة القمة بنفس كفائة سواء أمين عمر أو حتى كمان محمود البنة حساب الأهرام بيتكلموا على تجهيز 60 مليون جنيه مقدمات العقود ونسبة المشاركة للعبين هو قيمة الرقم في حد زيته من خلال الزملاء في الحساب الرسمي في الأهرام لما تكلموا على الرقم 60 مليون جنيه هو بيتكلموا على نسبة مشاركة اللعيبة في 25% نهاية المسلم الماضي ومقدمات العقود المسلم الجديد اللي هينطلق 25 أكتوبر اللي هي الـ 25% وهم عملوا حصل للرقم 25 مشاركة و25 مقدمة فبيتكلموا على رقم حوالي 60 مليون جنيه لكن طبعا رسميا هذه الأرقام غير مؤكدة الأهل ببيعلنش طبعا كل هذه التفاصيل ولا هذه الأرقام لسه مع حساب الأهرام وآخر حاجة معي لجنة التخطيط تجتمع مع موسيماني الأسبوع المقبل الأسبوع اللي فات اتكلمت وقلت لما تم نشر خبر إن لجنة التخطيط اجتمعت مع موسيماني في فكرة إنه يكون فيه إمكانية الدفع بديانجي الفترة الجاية قلت لكم الكلام ده ما حصلش ولجنة التخطيط لم تجتمع مع موسيماني منذ فترة طويلة حتى كابتن محسن صالح كان بقاله أكتر من شهر يعني اتعرض لوعقة صحية وما لسه لازل النادي يعني بديتكلم من حوالي أسبوع عشر تيام كان موجود في الحفلة مبارح وكان موجود في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب الأسبوع الماضي لكن قبلها ما كانش فيه اجتماعات هل متوقع أن يكون في اجتماع الأسبوع الجاي؟ طبقا لما نشرته الأهرام ده هنشوفه خلال الساعات اللي جاية لكن بشكل عام دي كل التفاصيل المتعلقة بيتريند الأهلي وانخلال المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل مستمرين بحضركم في باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضركم من جديد وبالتأكيد في هذه اللحظات محتاجين نتطمن على تدريب الأهلي والنهار ده كان أول مران عاقب العودة من النيجر لذلك أروح مباشرة إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة مع الزاميل العزيز فاروق صلاح وطالما أتكلم عن النيجر سواء زهاب أو إياب عندنا هو المتخصص فاروق صلاح سواء السنة اللي فاتت أو السنة دي مساء الخير يا فاروق وحمد الله على السلامة كل التحية عليك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابع شاشة قناة هداد الأهلي في كل مكان الله سلامك يا محمد يعني نقدر نقول إن شاء الله الفريق إن شاء الله قادر إن شاء الله نوف المبارات التانية مبارات العودة إن شاء الله لتقاوي يوم السبت على الأستاذ الأهلي والسلام إن شاء الله فريق النادي حرص الوطني ومنسما ان شاء الله الصعود لمرحلة المجموعة بإذن الله طيب عايزة تطمن منك على الفريق إمكان أنت قد تقريب الصلة من الفريق خلال الفترة الأخيرة سواء في نيامي أو عاقب العودة والنهاردة أول مران عايزة تطمن عن حالة الفريق بشكل عام ما بيتسو مسيميني زي بيحضر للفترة الجاية الإصابات كمان فوجينا إن صلاح موصن هيهي بحوالي شهر حسين الشحات ممكن إسبوع عشر تيام طبعا عارفيني مش تناول لسه هيطول شوية لكن عايزة عارف كل ده وقفشة انتظم في التدريب النهاردة ولا لسه يعني هيبقى من الأخبار اللي جات لك يا محمد خليني هيبقى فيه بقى تصحيح لبعض الأخبار وفيه أخبار يعني سعيدة لجمهار النادر الأهلي لكن خليني أخذك من الختام يعني من عقب مباراة للأهلي والحرص الوطني المباراة اللي أقيمت مباراة الزهب على ملعب الجنرال سينيو كونيتشي وانتهي بالتعادل اللي جابي بهدف لكل فريق كان فيه حالة من التأثر على اللعبين بنتيجة اللقاء مش هنتكلم برضو على الأجواء والأمور اللي عشناها في الملعب لكن اللعبة كانت متأثرة جدا بنتيجة اللقاء اللعبة تعهدت بينها وبنبعض إن شاء الله على العود إن شاء الله للأداء اللي جايب بدءا من المباراة المقبلة إن شاء الله لتكون على أستاذ الأهلي والسلام مستر بيتسو موسيماني يتكلم مع اللعبين كان فيه جلسات منتعارف الفترة الانتظار في المطار جلسات ما بين اللعبة بتركز للفترة القادمة النهاردة محمد برضو المران حالة تانية ارتفاع روح مع نوية عن بين اللعبين يعني إحنا كنا بناء تسائل الجديد النهاردة نتلاقي شايفين يعني روح مع نوية مرتفعة جدا بين اللعبين طبعا النهاردة الكابتن محمود الخطيب اجتمع مع الكابتن سيد عبدالحفيز في جلسة ومع مستر بيتسو موسيماني وافراد الجاز الفني ثم كان فيه محاضرة فنية مستر بيتسو موسيماني مع اللعبين ثم عقب المحاضرة الفنية طبعا مستر بيتسو موسيماني تكلم على إيجابيات وسلبيات الفترة اللي فاتت والمباراة واللي طلبه من اللعيبة خلال الفترة المقبلة ثم كان فيه بعض الوحدات التدريبية فيه للجيم انهاها اللعبين ثم انطلق المران كان فيه الفكرة الخاصة بيه حراس المرمى لمستر ميشيل ينكم مع علي لطفي ومصطفى شوبير وحمز علاء ثم انطلق مران النادي العالم أخبار برضو اللي نقول لك عليها محمد احنا اتكلمنا طبعا على الإنصابات اقدر اقولك حسين الشحات حاليا موجود في أرض الملعب نزلت للتمرين طمنا من خلال الدكتور أحمد أبو عبلى قال لي انا بالنحاء الطبية بالنسبة لي كل الأمور بالنسبة لحسين الشحات جاهز وموجود النهاردة في التمرين يتبقى يعني الرؤية الفنية المستر بيتسو موسيماني في الاحتياج أي وجود حسين الشحات في المباراة المقبلة طبعاً هتخضع للرؤية الفنية المستر بيتسو موسماني نقطة الثانية برضو الأهم إصابة صلاح محسن وخليني برضو محمد من خلالك أن نحن ندي الوصف الدقيق والشرح الدقيق لإصابة صلاح محسن إصابة صلاح محسن يعني بداية شرخ إجهادي في المشطية الخامسة للقدم يعني الدكتور رحمد أبو عبلا قال لي قبل الصفر للنيجر كان لعب شعر بإجهاد وفي مشطة القدم حالياً كل الأمور الخاصة بالإصابات النادي العالي عنده الأجهزة بيعمل الإشعاعات يا محمد منعاً لأن يعمل بعض الإشعاعات بره يبقى تسريب لبعض الأخبار الخاصة بالفريق بالتالي محمد الخبر اليقين دايماً يطلع من الجهاز الطبي للنادي العالي وبيطلع من النادي العالم فقدر أقول لك أن صلاح محسن زي ما قلنا محمد هو بداية شرخ إجهادي في المشطية الخامسة للقدم مدة العلاج بالضبط يا محمد هتبقى ثلاث أسابيع وليس أربع أسابيع أو خمس أسابيع كما قيل دكتور رحمد أبو عبلا بدأ في البرنامج التأهيلي اللي وضعه له صلاح محسن يعني بدأ فيه خلال الفترة الحالية إن شاء الله بكتير ثلاث أسابيع صلاح محسن هيكون موجود إن شاء الله في الأرض الملعب مع فريق النادي العالي أيضاً محمد الشناوي بيسير بخطة ثابتة في البرنامج التأهيلي الموضوع له محمد الشناوي إن شاء الله يعود سريعاً واحد من العناصر المهمة للنادي العالي والأمور المهمة أيضاً يا محمد النهاردة غياب طبعاً طبعاً يا محمد أفشا برضو عايز أعرف انتظم في التدريب النهاردة ولا لسه في أجازة بالفعل يا محمد النهاردة محمد مجد أفشا انتظم ويعني حالة من السعادة احتفل بيه اللاعبين طبعاً يعني كان نفسهم يكونوا موجودين في مع أفشا في فرح وأكيد بنبريك له طبعاً من خلالكم من خلال قناة النادي النهاردة موجود في أرض الملعب بيشارك في المران تقدر تقول إن شاء الله واحد من العناصر اللي هكون موجودة معنا في مباراة إن شاء الله مباراة العودة أمام فريق الحرس الوطني عايز أطمنك برضو أيضاً النهاردة بيغيب اللعب محمود عبد الميناء من كهربا يعني شعوره بنزل ببرد فضل الجهاز الفني ان هو يريحه وبالتالي بيغيب عن المران اللي النهاردة زيما أكد لنا الكابتن سلعب حفيز والكابتن والدكتور أحمد أبو عبلي تقدر تقول برضو محمد أنا أطمنك أيضاً على كافة اللعبين سواء اللعبة اللي هتبقى موجودة معنا في مطش الحرس الوطني أو اللعبة إن شاء الله اللي هتبقى موجودة فيما بعد مع انطلاق الدوري المصري حالة الارتفاع الروح المعنوية عند محمد محمود واحد من اللعبين إن شاء الله اللي يكون إضافة قوية جداً للنادي الآلي مع بيرستاو مع ميكسوني مع كريم فؤاد مع حسام حسن مع عناصر الخبرة الموجودة في فريق النادي الآلي نهاردة محمد شكل تاني الأمور مختلفة في تركيز من اللعبين علي معلول أيضاً بدر كل اللعبة مركزة كل اللعبة خلاص هتاخد انطلاقة إن شاء الله بدءاً من المباراة المقبلة أتوقع محمد بإذن الله من اللي احنا شايفينه في المرام من اللي شايفينه من الروح المعنوية من اللعبين هتبقى إن شاء الله انطلاقة للنادي الآلي وبداية للنادي الآلي مع مباراة العودة أمام فريق الحرس الوطني بإذن الله آخر سؤال يا فاروق وإنت قبل ما تسافر النيجر لما عرفنا الحكم الغاني دانيال لارية هو العيدير المباراة أنت قدت مبسوط جداً وقلت لها حكم محترف وسنه صغير وموهبة وصاعد وواعد وإنت كمان لك علاقة بيقع على اتصال بي أنك من الناس المميزة لما بتسافر بيبقى فيه تواصل دايماً مع كل المرائبين أو حتى الحكام أو حتى الفرق المنافسة دانيال لارية بما إنك أنت قدت موجود في النيجر بعد المباراة هل سألت على راكلة الجزاء؟ هل المستوى بتاعه؟ هل قال لك لا النهاردة بخدش في يومي؟ هل اتكلمت معاه بعد المباراة؟ عايز أعرف في الكواليس مما أنك أنت بتهتم جداً بالتفاصيل الصغيرة دي في الرحلات الإفريقية يعني يا رحمة تتركت اللوتة في غاية الأهمية وردو من خلالك خلينا نوضحها أن أنا بالفعل يعني عقد نهاية اللقاء أنا يعني توجهت لدانيال لارية وتكلمت معاه في البداية أنا اتكلمت على الهدف اللي أحرازه يقول أن كان في بعض الاعتراض أو الشك أن الهدف اللي أحرازه فريق الحرس الوطني بعض الأقالي كانت بتقول من التسلل لكن أكدت له صحة الهدف وردو له الهدف الصحيح لكن راكلة الجزاء يعني وأنا داخل بأتكلم معها كان بيتفرج عليها واعترف أن هي راكلة الجزاء الصحيحة لكن هو بالنسبة له زاوية الرؤية ما كانتش واضحة قال لي بالفعل لكن هو يعني برضو من الكواليسة محمد أنه رمى اللوم شوية على المساعد لأن كان المساعد الثاني في اللقاء كان من الأفضل لأن زاوية الرؤية بالنسبة له تكون أوضح لكن هو اعترف فعلا أنها راكلة الجزاء صحيحة لأنه دي قال لي راكلة الجزاء الخاصة باللعب أكرم توفيق يعني كان فيه اعتراف طبعا من دانيال لاريا براكلة الجزاء وقال أنها ضربت الجزاء صحيحة يعني كان فيه لهم كمان ما بينه وما بين طعم الحكام المساعد أكيد زميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهل بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات وأنا تعمل تفتح مع فاروق كذا نقطة لأنه كان يمكننا متابع كل الأمور الإفريقية في الفترة الأخيرة في سفريات الأهل وعرف تفاصيل كتير في قد عايزة أعرف الكواليس العاقب الموراة بخصوص تحديدا الطاقم التحكيم الغالي لأدار هذه المباراة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض والفقرة الأخيرة من برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد ونروح بسرعة للتريند العالمي عشان عندنا حاجتين مهمين جدا عن نجمنا المصري محمد صلاح حساب أنفلد ووتش على تويتر بيقول أن محمد صلاح هيجدد ليفربول مقابل ربعمائة ألف جنيه سترليني في الأسبوع يعني ما يعادل حوالي تمانية مليون جنيه مصري في الأسبوع صلاح من لاعبي الفئة الأولى في الدور الإنجليزي بعد الإنجازات الطيبة وحديث كل وسائل إعلام على إنجاز صلاح في الدور الإنجليزي والأهداف المميزة في المباراة الأخيرة أيضا كمان حساب في الجول على تويتر بيتكلمه على فخر العرب محمد صلاح سيخلد اسمه في ذاكرة طلاب مصر قصة كاملة وراء قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس قصة حياة محمد صلاح في المناهج التعليمية بعد بالتأكيد إعلان وزير التربية والتعليم هيكون محمد صلاح ضمن المناهج التعليمية خلال الفترة اللي جاي طيب نروح كمان بقى لمشاركات الجمهور على السؤال اللي طرحناه هل تتوقع حدوث تغيير في شكل الفريق أو التشكيل في مباراة العودة شاكر محمد بيقول هو بس هيحصل تغيير في طريقة اللعب يعني من وجهة نظر شاكر يعني أهلا هيلعب أفشا صنع ألعاب مكان حمد فتحي وهيلعب اتنين في وسط الملعب السلية وأليو ديانج وجهة نظر لشاكر ياسر بيقول بانون وأفشا ومحمد محمود في الشوت الثاني هيلعبه نتمنى نشوف محمد محمود وتكون المباراة تساعد محمد محمود أن يلعب فيه حتى لو الجزء الأخير من المباراة آدم بيقول الأهم عودة الروح ياريت أي مباراة نلعبها نلعب بشخصية الأهلي شخصية البطل بإذن الله يكون فيه روح الفترة اللي جاية محمد بيقول لأ هيكون نفس التشكيل هو شايف الأهلي يلعب بنفس التشكيل في لقاء العودة يوم السبت القادم الساعة ستة على ملعب الأهلي قوي السلام نتمنى التوفير رب للأهلي يعمل نتيجة أجابية يتأهل إلى مرحلة دور المجموعات ونركز بقى في المشوار المحلي أول تمن مباراة في الدور العام الانطلاقة مهمة جدا والبداية قوية جدا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء